موسيقى السيدات والسادة السلام عليكم وأهلا بكم ومرحبا في نشرة أخبار الكرامة لحقوق الإنسان في العالم العربي أعلنت الكرامة عن فتحها لباب الترشيحات لجائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2013 وتمنح الجائزة كل سنة لشخص أو منظمة ساهمت بشكل ملموس في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي وتجرى مراسيم حفل تسليم الجائزة في 6 ديسمبر عام 2013 بالموازاة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يخلت فيه العاشر من ديسمبر من كل سنة وفاز بجائزة الكرامة خلال السنوات السابقة الدكتور سعود مختار الهاشمي من السعودية والدكتور محمد الركن من الإمارات والدكتور عيد سيف الدولة من مصر والأستاذ يحيى عبد النور وآخرون ويمكن للجميع اقتراح مرشحهم عبر تعبئة الاستمارة الموجودة على موقع الكرامة على أن 1 يوليو عام 2013 هو آخر أجل لتقديم الترشيحات مصر قررت محكمة جنايات القاهرة يوم الأحد تأجيل أولى جلسات محاكمة ثلاث دباط سابقين بجهاز أمن الدولة ويتعلق الأمر بكل من عماد صيام ووائل مصلحي ووليد فاروق وذلك لجلسة الخميس 30 مايو ويمثل الثلاثة أمام المحكمة بتهمة احتجاز خمسة مواطنين وتجريد من ملابسهم وتعذيبهم قصد انتزاع اترافاتهم بالانضمام لجماعات محضورة وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول العميد عماد صيام بصفته منظف عام بوزارة الداخلية قام خلال الفترة من 87 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر وأحمد سيد أبو سرية ورأفة تونسي عبد الحميد وتجريدهم من ملابسهم وزعقهم بالكهرباء بقصد انتزاع اترافاتهم بانضمامهم لجماعات طلائع الفتحة المحضورة ونسبت النيابة للمتهم الثاني المقدم وائل مصلحي تعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريد من ملابس وتقييده من الخلف وسعقه بالكهرباء لحمل على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة العراقية وتكفير الحاكم كما قام المتهم وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد علي مشعل 39 سنة بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانا فرادية قصد انتزاع اعترافه بضلوع في جرائم التفجيرات وتمويل الشعب فلسطين وطلبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم الجذير بالذكر أن مسألة التعذيب شائعة في مصر إلا أنه رغم تعد الدعاءات تعرض للتعذيب فإن حالة الجنات للمحاكمة أمر نادر نظرا لإفلات الضباط المتهمين بالتعذيب من العقاب إما بسبب عدم سلامة الإجراءات القانونية أو تهديد الضحايا لإجبارهم على التنازل عن شكوهم لبنان أصدرت عائلة الربعة بيانا أعلنت فيه عن تعليق المهندس طارق الربعة إدرابه عن التعام في الخامس والعشرين من مايو مؤقتا بعد تدهور حالته الصحية وفقدانه للوعي مما استدعى نقله بشكل طارق إلى المركز الطبي في سجن رومية المركزي حيث تلقى الإسعافات الضرورية قبل استعادته لوعيه وأشار البيان بأن المهندس طارق الربعة كان قد دخل في إدراب مفتوح عن التعام في التاسع والعشرين من إبريل للمطالبة بإخلاء سبيله بعد مرور حوالي الثلاثة سنين على احتجازه دون أن تهتم السلطات بقضيته وأضاف البيان أن المهندس طارق الربعة حضر في السابع عشر من مايو جلسة محاكمته أمام المحكمة العسكرية في بيروت وكان مضربا عن التعام لليوم التاسع عشر على التوالي حيث طلب له رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم كرسيا ليجلس عليه ليتمكن من التركيز على مجريات الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعتين تم الاستماع فيها لشهادة موظفين من شركة ألفا وتوفي في الثامن عشر من مايو عمر الرابعة والد المهندس طارق ولم يسمح له رغم ذلك بإلقاء النظرة الأخيرة على والده عندما كان في براد مستشفى المقاصد علما بأن طارق لم يجتمع بوالده منذ احتجازه في الثاني عشر من يوليو عام 2010 وستعقد الجلسة القادمة من محاكمته في السابع من يونيو عام 2013 وناشدت أسرة طارق الرابعة رئيس المحكمة العسكرية أن يخلي سبيل المهندس طارق وأن يأخذ بعين الاعتبار وضعه الصحي والمأساة التي عاناها منذ توقيفه الجائر اليمني بعث الصحافي اليمني المعتقل عبدالإله حيدر شائع برسالة من داخل زنزانته في مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن السياسي بصنعاء وسلمها للناشط الشبابي الشاعر عبدالله الدوليمي الذي أفرج عنه أخيرا بقرار من المحكمة بعد احتجاز تعس في دام سنة وأربعة أشهر في داث المعتقل وفي رسالة عبر الصحافي شائعا شكري لكل الذين تضامنوا معه في المحنة التي يمر بها واتهم في نفس الآن الإدارة الأمريكية بالوقوف وراء اختطافه وسجنه وللتذكير فإن الصحافي عبدالإله حيدر شائع يبلغ من العمر 32 سنة وعوض نقابة الصحافيين اليمنيين وخبير بشؤون الأمن والجماعة المسلحة وكان له دور كبير في فضح القصف الأمريكي الذي استهدف تجمعات سكنية للمدنيين في جنوب اليمن أواخر عام 2009 مما أصفر عن مقتل العشرات معظم أطفال ونساء واختطف شائع من منزل بالعاصمة صنعاء أشهية السادس عشر من أغسطس 2010 وظل رهن الاختفاء القصري لمدة 30 يوما تعرض خلالها للتعذيب قبل أن ينقل إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء وتاليا قدم لمحاكمة غير عادلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدرت في حق حكما بالحبس لمدة خمسة سنوات مع المنع من الصفر والعمل الصحافي بعد انتهاء عقوبة الحبس وشهدت العاصمة صنعاء سلسلة من التحركات المطالبة بإطلاق صراح الصحافي شائع خصوصا وأنه يدخل عامه الثالث في السجن وشاركت الكلامة في تنظيم العديد من هذه التحركات إلى جانب نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمة هود ومنظمات حقوقية أخرى كما رسلت بشأنه الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بهذا نأتي على نهاية نشرتنا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في نشرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر